أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب أنا روان داش فيديو النهاردة هيكون من سلسلة كلت أكل معين لمدة 24 ساعة اللي هي سلسلة مشهورة جدا جدا على قناتي الفيديو داي جماعة حرفيا بقالوا السنة متأجل لاني كنت عملوا السنة اللي فاتت في يوم عادي وبعدين قلت خلواني يتنى السنة الجاية في البالنتاين فبما انه النهاردة يوم الحب وعيد الحب والناس كلها بتحب على نفسها حرفيا أنا قررت أني أكل أكل على شكل قلب لمدة 24 ساعة فطار غدا عشاس ناك كل حاجة هتكون على شكل قلب وصعبوا علي برضو استناجل وقلت أسليهم شوية فيديو فلو ما عندكوش حاجة تعملوها النهاردة افتحوا الفيديو بتاعي وتفرجوا عليه للآخر لو حابين فكرة الفيديو دا ومش حابين تضيعوا أي فيديو جديد من الفيديوهات المنزلها لكم انزلوا دلوقتي حالا وعملوا سبسكرايب وخلونا نوصل للفيديو دا لأكبر عدد من اللايك يعني بصوا جيش روان انتو قدها سنزلوا فقروا اللايك ودلوقتي عايز اقول لكم خلونا نروح مع بعض على الماركت وندور على كل الأكلات اللي على شكل قلب اوكي جماعة انا حاليا بقيت في العربية وعايز اقول لكم اني حرفيا بنهار لانه معظم حاجات البالنتاين خلصت دا على فكرة يا جماعة تاني سوبر ماركت اروح له النهاردة وملاقيش فيه الحاجات اللي انا بدور عليها فبجد الوضع الصعب والتحدي طلع اصعب بكتير من اللي انا تخيلته وحرفيا كل الحاجات المعروضة على شكل قلب بس شكولاتة او سكريات فشكلانا نهاردة هنقضيها واحنا بناكل حلويات بس ودي على فكرة من ضمن الحاجات اللي لقيتها على شكل قلب اللي هم الحلويات دول شكلهم كيوت قوي وحبيت اجربهم شكلها كده بتعم الفراولة حسنا نفسي بلعت 60 مع لقيت سكر في وقت واحد وبصراحة دي مش احسن حاجة اعملها خالص الصبح قبل الفطار فهروح دلوقتي على ثالث سوبر ماركت وان شاء الله الاقي فيه اللي انا عايزة قوت يا جماعة سو جيت دلوقتي على السوبر ماركت الثالث وقرد دي لقيت حاجات كتير على شكل قلب فخلوني يوريكم دي اول حاجة لقيتها اللي هي شكلاتة كده على شكل قلوب فحبتها جدا وخلونا ناخد واحدة ونجربها اوكي لقيت القسم دل هو حرفيا مليان حاجات على شكل قلب شوفوا الشوكالات ديمة احلاها وفي عندهم كمان الكوكيز دول هم على شكل قلب فبرده هأخد واحدة وأجربها الكوكيز دول شكلهم كيوت قوي فشكي برضه هأخد واحدة يا جماعة شوفوا لقيت ايه هنا اللي هي الكريتزل بس على شكل قلب للفالنتين دي فام اخد واحدة يا جماعة تخيلوا لقيت إيه جبنة متقطعة على شكل قلب وفي عندهم برزو دي بس بصراحة دي عجباني أكتر شوفوا ما أحلى الدزاين والورود يا جماعة عايزة حد يهديني وردة حد يهديني وردة يا جماعة هدية في الفالنتينز وأخيرا جايز وصلت على البيت مش قادرة أصدق قد إيه التحدي ده كان صعب وصعب إني ألاقي حاجات على شكل قلب بس بصراحة لقيت حاجات تجنن سو خلوني دلوقتي أوليكم كل حاجات اللي جبتها يا جماعة بجدت شوفوا ما أحلى كل الحاجات دي كل ده أكل على شكل قلب لسه ما فطرتش ولا كالت أي حاجة من الصبح وطبعا الحاجة اللي هاكلها على الفطار لازل تكون على شكل قلب وبجدت فيه فكرة في بالي تجنن للفطار فخلونا مع بعض نروح على المطبخ ونجهز الفطار لاتس جو هاي سو الفطار اللي في بالي أعمله هو التوست ده شكله يجنن وكيوت جدا وجواه كده قلب صغير من البيض فعندي دول اللي بيقطعوا الكوكيز وقلت أقطع بيهم التوست وأعمله على شكل قلب ومتحمسة جدا بصراحة على فطار النهاردة لأنه نفسي بجد البيضة تزبط وتبقى على شكل قلب سو دلوقتي خلونا نبدأ ونجهز الفطار عندي هنا التوست واللي هعمله إني هستخدم دي علشان أقطع كده الحتة اللي في النص دي بس دي حاسة أن هي كبيرة فخلوني أجيب واحدة صغيرة أوكي أعتقد أن دي بيرفكت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انا بصراحة مش عارفة لو هي دي الطريقة الصح اصلا للتوست ده بس صراحة جايز شكلها يجدني نشوفه مش عارفة لو المفروض اقلبها بصراحة بس خايف اقلبها وتبوز اوكي انا هضطر ان انا قلبها لانها فعليا مش رادية تستوي خالص من فوق وانا ما بعرفش اكل البيت بالطريقة دي لازم يكون مستوي 100% بسم الله قررت اني مستسلمش ان شكل التوست بتاعي بوز ورجعت تاني قصيته على شكل القلب وظبط جدا وكمان خد الباقي بتاع التوست وهاكله مع الجبنة اللي على شكل قلوب وهو ده يا جماعة فطاري للنهاردة شكله طلع يجنن واحلب كتير جدا من اللي كان في بالي ده اكياد فطار شفته في حياتي بصراحة انا عارفة انتو خلاص شفته بس معلش شفوه تاني لانه الطباخة روان اللي طبخة البراكفست ده فخورة جدا بنفسها طعم بصراحة حلو جدا انه بيض عادي بس اللي حبيته انه هو كده التوست ممزوج فيه بطريقة كده حلوة بصراحة عجبني ده هتديله عشرة من عشرة من ساعة ما جبت الجبنة دي وانا حرفيا هموت واجربها شوفوا ما احلىها بجد تستاهل كل درهم اتدفع عليها طعمها يجنن اوكي جماعة سعد شوية وقت على الفطار وبصراحة الفطار كان يجنن حرفيا ولا غلطة وبصراحة نفسي اكل سناك وخصوصا بطيخ لانه كنت جايبة بطيخ من السوبر ماركت وقات لي الفكرة انه اللي ما قطعهوش على شكل قلوب صغيرة هيبقى شكله يجنن بجد مش قادرة افتكر امتى اخر مرة قلت بطيخ فيها لانه قات لي فترة فجأة كده بقيت مودي جدا وكرهت البطيخ فجأة بس رجعت حبه تاني سو هيكل بطيخ اوكي هنا عندي حتة البطيخ ودلوقتي هقطعها شايفين شكلها ازاي كيوت؟ حتى البطيخة العادية شكلها يجنن وهو ده بقى شكل البطيخ بعد ما قطعته على شكل قلب بجد شكله يجنن سو دلوقتي هاعد واكل السناك بتاعتي سو خلصت البطيخ ودلوقتي عايزة اقرب السناك اللي جبتها اللي كلهم على شكل قلب اوو أوكي سو هي دي اول حاجة هجربها اللي هي الشوكلت دي على شكل قلب او نشفة جدا اوو سناني او ماي جاض حرفين كاني باكل صخرة اتنين من عشرة اوكي في عندي الكوكيز دول اللي بس من ملمسهم انا حسن له سناني هتدخلع لو حاولت اكسرهم اوكي بعد كده في عندي الكوكيز دول اللي علي شكل قلب وبقت شكلهم حلو قوي ودي شكلها طرية يعني شوفوا ازاي هي دي الكوكيز يا اما بلاش تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا براونيز لانه الكوكي من جوه طرية قوي وكلها تشوكلت وبتدوب في البق طعمها روعة عشرة من عشرة والجاعة التاني للمطبخ للمرة المليون دلوقتي هحضر الغداء لانه بصراحة بدأت اني اجوع سو خلونا نشوف هنتغداء النهاردة حرفيا يا جماعة بقى لي ساعة كاملة بدور على البيتزا اللي على شكل قلب وبشوف لو في اي حد بيعملها بس للاسف ملقتش فقررت اني النهاردة هعملها بنفسي هل فكركم هعمل البيتزا اكي لا بس قصدي هعمل الشكل بتاع القلب بالنسبة نرموشيت دايما مفقوكين 24 ساعة اوكي يا جماعة اول حاجة ممكن عملها هي اني اقصها بالسكينة كده على شكل قلب كبير لكن 99% هطبوز فاللي قررت عمله اني اخد القلب ده واحاول اني اقص كده حتت منها علشان تبقى ببيتزا كده صغيرة على شكل قلب يلا باي زبطت اوماي جود كنت شايفين ما احلاها موسيقى وكذا يكون الغداء للنهاردة بقى جاهز صراحة مش هكتب عليكم بس هموت وأجرب البيتزا لأنه راحتها تجنن وكمان شكلها حلو قوي العجينة بتاعتها رائعة يا جماعات حسوا أنها بيتزا معمولة في البيت أصلا بالنسبالي أحلى بيتزا هي بيتزاة البيت البيتزا طلعت حلوة جدا أنا شخصيا هديها التسعة من عشرة لأنه طعمها يجنن سعدة كم ساعة على وقت الغداء وقررت أطلو أكتر حاجة محبها واللي هي دونتس معقول روان تكون عاملة تحدي الأكل على شكل قلب لمدة يوم كامل وما تكلش دونتس على شكل قلب طبعا مش معقول اوماي جود شايفين شكلها مأحلى بجد شكلها طحفة وكمان رحتها حلو قوي دي المفروض أن هي دونت بنكهة التشيز كيك انتم متخيلين يعني مش عارفة أصلا طعمها هيبقى عاملة إزاي لأنه ولا مرة جربت النكهة دي شكلها حلو قوي سوا خلونا نجربها اوكي لحظة ما طلع ليش خالص أي حاجة من الحشوة اللي جوه لازم أعود عد أكبر طعمها الطحفة بصراحة يا جماعة بس للأسف هي تقيلة جدا جدا يعني بحس مش هقدر أكمانها كلها أبدا من فوق مسكرة قوي ومن جوه مسكرة قوي فحستها too much هخليها هنا في الكيس وهكلها بعدين وأنا مثلا بمنتج الفيديو أو حاجة هو هنحس أن أنا بجد كلت كمية أكلي كبيرة جدا في الفيديو ده لازم أروح أحرق في الجيم لمدة أسبوع على فكرة ده واحد من أصعب تحديات الأكل اللي عملتهم لحد دلوقتي على قناتي لأنه الأكل أصلا مش بيجي على شكل قلب فالموضوع بجد صعب جدا ودلوقتي بقلنا وجبة العشاء بالليل فهشوفكم تاني وقت العشاء هاي قايز وصلنا لآخر وجبة في تحدي النهاردة وهي وجبة العشاء الساعة دلوقتي تقريبا 8.30 بالليل وبصراحة كده أنا مش جعانة أبدا من كتر الأكل اللي كألت في الفيديو ده في حاجة حرفيا من ساعة ما جبتها وأنا هموت وأجربها بس قبل ما وريها لكم عايز أوريكم حاجة جالي ورد او ماي جود أنا بعشاء الورد على فكرة خصوصا لما يبقى ورد أحمر فايا بس حبيت أوريكم فالعشاء بتاعي النهاردة هيكون أكتر حاجة متحمسة لها بصراحة في الفيديو ده كله وهو البرتزل اللي جبتها في الأول خالص اللي على شكل قلب كم يتشايفين ما أحلاها يمكن دي أجمل حاجة جبتها في الفيديو كله فعليا شوفوا إزاي شكلها يجنن تحسوا أن هي بجد حاجة للديكور تتعلق مثلا على الحيطة أو على الباب البتاع دي لو في الآخر طلع طعمها وحش أنا بجد مش عارفه ممكن عامليه أقسم بالله يا جماعة طعمها بالضبط كأنكم تكلوا بلاستيك محروق الحاجة الحلوة اللي فيها هي فقط شكلها وبس لا طعم ولا مكهة ولا أي حاجة دي تحت الصفر يا جماعة تحت الصفر وبكده جايز أنكم وصلنا لنهاية فيديو النهاردة أتمنى من كل قلبي يكون التحدي ده عجبكم please guys ما تطلعوش من الفيديو من غير ما تعملوا لايك على الفيديو وكمان كومنت وسبسكرايب وفعلوا جرس الإشعارات لو مش عايزين تفوتوا أي فيديو من الفيديوهات اللي بنزلها لكم وبس دلوقتي عايزة أقول لكم thank you so much for watching بحبكوا قد الدنيا كلها وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية bye guys